أكد رئيس حزب الأمة القومي في سودان الصادق المهدي يوم الاثنين ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل معادل في البلاد قائلا إن الأمر يشكل أولوية للمحارة المقبلة وأكدا أنه لا مجال للقيام بالمحاصصة في المستقبل وقال المهدي في مقابلة مع سكاي نيوز إنه يجب أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء وأضاف أنه يجب أيضا الإسراع بالتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي وقال إن ما تم الاتفاق عليه في البلاد مصلحة عامة للجميع في إشارة إلى ما توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلال الحرية والتغيير